اذا هم خير مبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العظمى من كان الهادي قدوته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الآدمية من نطفة فإذا هو حي يسعى ورزقه بالعينين يبصر بهم المسعى وأشهد أن النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه نجوم الدجة ومصابيح الهدى وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا وعلى من كان لهم تبعا أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند حوضه المورود وأن يجمعنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله وأن يدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب أحبتي في الله نحن نملك تاريخا أنظر من الورد تاريخنا أنظر من الورد أبيض من اللبن أصفى من الثلج أجمل من ابتسامة الطفل الوليد نملك شخصيات في كل منحة من مناح الحياة لا يوجد لها مثيل في أي أمة عندنا القاد الفاتحون عندنا العلماء الربانيون عندنا العابدون الزاهدون عندنا القضاء العادلون عندنا الشباب الأخيار عندنا النساء الطاهرات القانتات العابدات في هذه السلسلة سأضع بين أيديكم في كل ليلة نموذجا فريدا من الرعيل الأول ومن الجيل الفريد وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا بحبنا لهم معهم إنه ولي ذلك ومولاه كلمتكم في ليلة أمس عن الغصن الندي الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أخيه وعن أمه وصلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الليلة المباركة لقاءنا مع إمام مبارك مجمع على إمامته وجلالته في كل منحة من مناح علوم الشريعة هو العالم العابد الفقيه الحافظ المحدث الورع الزاهد المجاهد أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك لقاءنا في هذه الليلة المباركة مع رجل مبارك هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المرء يحطار إذا أراد أن يتحدث عن هذا الجبل في العلم والخلق والعبادة من أين نبدأ يا أبا عبد الرحمن أنتكلم عن علمك أم نتكلم عن عبادتك أم نتكلم عن أخلاقك من هو هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ابن واضح كان والده من الموالي الترك وكانت أمه حرة خوارزمية وكان يعمل عند رجل من همذان من تجارها أبوه كان عبدا يخدم في بستان لتاجر من همذان فقال له صاحب البستان يوما يا مبارك ائتني برمانة حامضة أبو عبد الله كان عبدا خادما في بستان رمان قال صاحب البستان يوما يا مبارك ائتني برمانة حامضة فجاءه برمانة فإذا هي حلوة قال ائتني برمانة حامضة غيرها فجاءه برمانة ثانية فإذا هي حلوة فقال له مؤنبا هو موبخا أنت تعمل في هذا البستان منذ كذا وكذا ولا تعرف حلو الرمان من حامضه هل عميت تعمل منذ سنة تحلص حديقة الرمان وأطلب منك مرة ومرة رمانة حامضة وتأتيني بحلوة على غير طلبي أما ذقت من الرمان شيئا أما تعرف حلو الرمان من حامضه في هذا البستان الذي تحرصه منذ سنة قال وكيف أعرف وأنا لم أذق منه رمانة واحدة قال ولم قال لأنك لم تأذى لي الله أكبر فعجب صاحب البستان وصرفه وسأل أصحابه فصدقوه فأعجب بدينه وبورعه وقال تعالى يا مبارك ابنتي خطابها كثر فممن أزوجها أشر علي قال اعلم أن اليهود يزوجون من أجل المال يعتبر ابنته كأنه عنزة في بيته يسمينها ومن دفع أكثر حملها آباء كثيرون يفعلون كفعل اليهود يأتيه الخاطب لا يسأله عن دينه ولا عن قرآنه ولا عن صلاته ولا عن أخلاقه المهم عندك شقة تمليك طب إيجار قديم ولا جديد طب هتفرش كم أوضة طب عندك فلوس في البنك طب مرتبك كل شهر قد إيه طب عندك سيارة ولا لا وموديل إيه مصيبة كبيرة تعطي لحمك تعطي عرضك لإنسان لا تعرف شيئا عن أخلاقه ولا عن دينه هذا فعل اليهود من دفع أكثر حمل العروس قال أعلم يا سيدي أن اليهود يزوجون من أجل المال والنصارى يزوجون من أجل الجمال هي عايزة عريس شكله حلو جدهم سمسم وعنه زرأة وعنده قصة كل شوية تقع على عنه ويعملها كده أهم حقي يكون وات حلو والنصارى يزوجون من أجل الجمال والعرب في الجاهلية كانوا يزوجون من أجل الحسب أنت ابن مين ومن عيلة مين ونحن أمة نزوج من أجل الدين والخلق فنظر صاحب البستان إلى زوجته وقال والله ما لابنتنا زوج غيره ثم أعتقه وزوجه من ابنته فخرج من هذا الزواج المبارك إمام الدنيا في زمانه عبد الله بن المبارك الله أكبر كم في هذا الذي سمعتموه من درس وفائدة وعبرة أولها أمانة الخادم في مال سيده يا أخوانا واحد شغال يخفر حديقة رمان بقاله سنة مدأش وحده ده احنا عندنا في مصر بنقول طبخ السم بيدوقه ويريته بيدوقه بس ده بيدوقه ويحمل لمراته والعياله والأمه والإخواته ولجيرانه شفت الأمانة يا أخوانا شفت الأمانة أمانة الخادم في مال سيده ثانيا انظر إلى ورع والد عبد الله بن المبارك أنا بحمي حديقة رمان ينفع لو أنا جعت أكل واحدة شرعا ينفع ينفع إنما هو رجل ورع والورع هو ترق الحلال الذي فيه دخن مخافة الوقوع في الحرام وقد حدثتكم بما رواه سيدنا الحسن بن علي قال رضي الله عنه وعن أبيه قال جدي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدقة مأنينة والكذب ريبة ثلاثة انظروا إلى عقل والد الفتاة صاحب البستان وكيف اختار لابنته صاحب الدين والخلق قال تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم شاب عنده دين وعنده أخلاق وعنده شأة أضو صالة ومرتبه يدوب يسطره دا كنز يا عم الحج لا أهد البنت الواحد الثاني عنده قصر بس لا يركع لله ركعة هذا لا يسوي بعرة هذا لا يسوي شراك نعل ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث يتقوى بشواهده إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير انظروا إلى عقل الوالد كيف اختار لابنته صاحب الخلق وصاحب الدين ثم لمن نزوج بناتنا اليوم والثمر الأخير من هذا الموقف لما زوج الرجل ابنته لرجل صالح ما الذي نتج من هذه الزيجة المباركة نتج رجل صالح عبد الله بن المبارك بلدة طيبة أخرجت شجرة طيبة نفعت الدنيا زواج المبارك والد عبد الله بن المبارك من امرأته يذكرنا بما فعله عمر بن الخطاب عندما زوج ولده عاصم من ابنة بائعة اللبن الطقية فأنجب منها فتاة سماها ليلى فتزوجت ليلى بعد من عبد العزيز بن مروان فأنجبت للدنيا عمر بن عبد العزيز أحسن اختيار الرجال لبناتكم فأنتم مسؤولون أيها الآباء عن هذا غدا سبب هداية بن المبارك نشأ عبد الله بن المبارك في يسر حال وفي غنى وفي رفاه وكان في نفسه من هوى الشباب ما يوجد عند أطرابه وكان يطقن العزف على العود كان يعزف على العود ويطقن ذلك وفي ليلة من الليالي بعد السهر واللعب والمرح مع الشراب بعد سماع الغناء بعد الدق على الطبول والعزف على الأعواد بعد ليلة من هذه الليالي رجع ابن المبارك في ساعة متأخرة من هذا المجلس إلى بيته وفي الطريق سمع طفلا يقرأ في بيته ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فاهتز رجف قلبه قف شعره وقال بلآن يا رب بلآن يا رب بلآن يا رب وكسر العود وهجر أصحاب السوء وطلب العلم آية وحدة زمان عملت سلسلة في مسجد من المساجد يمكن لو طالت بنا حياة نعملها برنامج في الرحمة اسمها رجال حولتهم كلمة هذا الرجل تحول من السهر اللي فيه الشراب والمعازف والغناء بكلمة من كلام الله ببعض آية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فاهتز وقال بلآن يا رب بلآن يا رب الدرس هنا لا تقرأ القرآن كلب بغاوات لا تسمع القرآن بقلوب لاهية ساهية تدبروا القرآن يا عباد الله الله أمرنا بالتدبر قال جل جلاله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لاستماع مرحلة تيقظ كلام الملك يطلى انتباه والإنصات مرحلة تدبر أنا عايزك في رمضان تعمل ثلاث ختمات ختمة تلاوة وإنت بتقرأ أي آية مش فهم معناها اكتب رقمها كام في صورة إيه في أجندة خارجية وفي درس القيام اسأل الشيخ أو في درس الفجر أو في درس العصر أو اتصل على برنامج الفتوى لازم تفهم إما دي ختمة تدبر وديما تسبق إمام التراويح فتقرأ الجزء الذي سيقرأه قبله فتسمع يبقى كمان ختمة استماع يبقى عملت في رمضان ختمة تلاوة وختمة مدارسة وتدبر وختمة استماع نعم كيف طلب العلم أئمة الدين جمعوا العلم باللحم والدم أو تحسبون أن هؤلاء الأئمة جمعوا العلم تحت ظلال الأشجار المطلة على الأنهار هم يقطفون الثمار لا والله دلسف الطراب جمعوه باللحم والدم اسمع كيف جمع ابن المبارك العلم طلب العلم وعمره عشرين عاما اطلب العلم الشيخ حسن السكندري بتاع برنامج الكتاب يقول كلمة بتاعجيبني قوي يقول لك ادخل الكتاب ولو شعرك شاب اطلب العلم حتى لو عندك سبعين سنة ده أنا لسه دلوقتي عندي أربعين سنة مش حافظ غير الفتحة وصورة الإخلاص ابدأ هتحفظ الكرآن كله اوعى يقعدك سنك عن طلب العلم كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك طلب العلم وعمره عشرين عاما فأخذ عن سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة والأعمش وأخذ عن أبي حنيفة ويعتبر من تلاميذ أبي حنيفة وارتحل في طلب العلم إلى الحرمين والعراق والشام ومصر وخراسان وحمل العلم عن أربعة آلاف شيخ في النهاردة علم على وجه الأرض جمع علمه عن ألف شيخ بس بلاش ألف عن مية بلاش عن خمسين في النهاردة الشيخ على وجه الأرض قعد تحت أقدام خمسين شيخ شيخ إيه شيخ شيخ يعني إمام لا ده ما شيخ أربعة آلاف حمل العلم عن أربعة آلاف شيخ وحمل علما غزيرا فقد حفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين ألف حديث ده مكتب يا عم ده جمع مشي على الأرض إمام الدنيا قدم الرشيد الرقة الرئيس أمير المؤمنين قدم الرقة فصادف مقدمه مقدم ابن المبارك فلما رأى الناس ابن المبارك انجفلوا خلف ابن المبارك حتى تقطعت نعالهم وارتفع الغبار الإمام بن المبارك ماشي وموكب الرئيس ماشي أول من نشفوا الشيخ كل سب الرئيس لوحده والتفوا حول الشيخ فقالت أم ولد من من زوجات الرشيد من هذا الرجل الذي ترك الناس موكب الأمير والتفوا حوله قال أحدهم هذا إمام الدنيا هذا عبد الله بن المبارك قالت هذا والله هو الملك لا ملك هارون الذي يجمع له الناس بالأعوان والشرط العلماء ملوك العالم أحسن من مئة رئيس جمهورية العلماء ملوك الملوك سلطانهم على ظاهر الناس والعلماء سلطانهم في قلوب الناس لكن دعا عالم ربنا وضعوا للقبول الناس نفسها تسلم عليه يقبل إيدي الشيخ بحب وكرامة ويتمنى كان يقبل إيد الوزير والله في بعض الإعلاميين كانوا بيقبلوا إيد الفاسدين الشيخ عبد الرحمن الصاوي الدكتور عبد الرحمن الصاوي حبيبي بيقول مرة واحد من بتوع أمن الدولة سألوا عن المشايخ فقال له أنت عارف يا باشا عارف مين بيحكم مصر قال له مين قال له الشيخ محمد حسان والشيخ الحويني والشيخ يعقوب قال له ايه بتقول ليه قال له والله هؤلاء سلطانهم على قلوب الناس إذا أشار واحد منهم بإصبعه إلى الناس أن يفعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا استمعوا حبا وكراما أوليس هذا هو السلطان والملك والعلماء هم أولو الأمر قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولو الأمر منكم من هم أولو الأمر الأمراء والعلماء والأمراء قبل العلماء وَلَا يَفْسُدْ أَلْا يَفْسُدْ أَلْمَرَا فَعَلْمَ أَنَّهُ سَجِينَ وَرَيْحِ يَتْعَلِّمْ من الإمام الربيع ابن أنس راح البلد قالوا ما درتش ده محبوس ابن المبارك هيجنم هتفوت الفرصة دي إزاي فتحايل حتى دخل السجن وأخذ عنه نحو من أربعين حديثا يا ربيض سافر من بلده البلد تانية عشان يتعلم من الشيخ فلان قالوا ده محبوس عمل مشكلة عشان يخش مع الحبس وأخذ عنه أربعين حديثا الصبر ده بقولك الناس دول سفوا الطراب في طلب العلم مش النهار ده احنا عادين عن نت كده تكة وضغطة وكده وألفت خطبة ولا ألف ده بيجمع بينقل جهد غيره وخلاص هؤلاء فعلا استحقوا الإمامة في الدين بصبرهم بطول عملهم في جمع العلم سأله بعض أصحابه إلى متى تطلب العلم يا إمام قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أكتبها بعد ثم قال أرجو أن تروني هكذا إلى أن أموت فعلا طالب العلم لا يشبع أبدا أبدا والعلم بحر ليس له ساحل والعقلاء يطلبون العلم من المهدي وإلى اللحد ده مش حديث حكمة طيبة العقلاء يطلبون العلم من المهدي وإلى اللحد وكان يكثر الجلوس في بيته فقيل له ألا تستوحش لا بتقعدش معنا كتير نتحدث ليه كده بتقعد كتير في بيتك ليه ألا تستوحش قال وكيف أستوحش وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاعد في مجالسكم مجالس الغيبة والنميمة أنا روح البيتة في تحسيرة النبي محمد واتعلم أروح أقرأ ترجمة الصديق وعيش مع أبي بكر قال شقيق البلخي قيل لابن المبارك إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا قال أجلس مع الصحابة ومع التابعين أنظروا في كتبهم وفي آثارهم ماذا أصنع بكم وأنتم تغتابون الناس ما أجلسكم مجالس قيل وقال سبونا أعود مع أصحاب النبي أتعلم وعيش معاهم رزق حافظة أمينة عند كده عقل ذري ذكي يتوقض نباحة وزكاء نعيم بن حمات قال سمعت ابن المبارك يقول قال لي أبي هذه الكتب التي شغلتك عن لأحرق النها قال أفعل إذا شئت فإنها كلها في صدري قال له كتبك دي بقى اللي دروشتك أنا أحرأها قال له أحرأها يا حج على البركة بس أنا أحفظها كلها كلها في صدري وكان إذا فتح بابا من أبواب العلم لا يتركه حتى يتتبع فيه تفاصيل التفاصيل في التفاصيل إلى ما شاء الله قال علي ابن الحسن ابن شقيق كنت لأخرج مع ابن المبارك من المسجد بعد صلاة العشاء فوقفنا على باب المسجد نتذاكر مسألة من مسائل العلم فأخذ يحدثني وأحدثه ويحدثني وأحدثه حتى أذن لصلاة الصبح ذكره الذهبي في السير إيه ده؟ جمعة سألوا سؤال قاعد يجاوب ويفرع ويجاوب ويفرع وإفعال باب الجامع بعد العشاء لحد ما الفجر الدن إمام الدنيا عبد الله بن المبارك أخلاقه قال له رجل من بني هاشم حدثني حديثا من أحاديث النبي قال لا فلما قام الهاشمي ليركب سبقه بن المبارك وأمسك له الدابة وهو إمام الدنيا وأركبه قال تفعل هذا معي ولا تعلمني شيئا من حديث النبي قال أذل لك بدني ولا أذل لك علمي وعلى ما يبدو أنه لم يرى فيه أمار الطالب العلم وكان الشيوخ في الماضي يختارون طلبة العلم لأن واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنزير اللؤلؤ نفس الكليات الشرعية تعمل كشف كده كشف خلق كشف دين كشف هيئة مش أي حد يتعلم هذه العلوم ما احنا ابتلينا بناس تحمل شهادات شرعية أحلت حراما وحربت حلالا وأخرجت فتاوي ذوات بلاوي قال له أذل لك بدني ولا أذل لك علمي عزة العالم عزة العالم شرف العلم عارفين أبو محمد الأعمش كان عالم كبير كان رابط قدام بيته كلب أي طلب علم عايز يتعلم بقى يقعد كده يصبر لحد ما الكلب ينام يجيب للكلب يجيب مثلا سندوتشي مثلا بوفتيك يصبر الكلب شواء لحد ويجري ياخد حديث أو اتنين ويمشي ليه عملت كده؟ عشان اللي عايز علم هيصبر هيسفه الطراب اللي مش عايز على إيه البهدلة دي؟ ويروح وفي يوم وجد أبو محمد البيت قد امتلأ بطلبة العلم قال كيف دخلتم جميعا؟ قالوا مات الكلب؟ قال مات الذي كان يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر؟ فابن المبارك كان كده سئل بحضور سفيان بن عيينة فقال نهينا أن نتكلم عند أكابرنا شفت الأدب قاعد مع علم كبير فواحد شاء له سؤال قال لهم أنا مش من الأدب أتكلم والشيخ بتاعه موجود النهاردة والله بتجي الطويل بعلم ضعموس والضعموس دويبة صغيرة ضعموس في العلم ولا عقب الشيخ فلان ولا عقب علان ولا عقب علان وهو لا يساوي شيئا في العلم ابن المبارك واحد سأله في حضور سفيان قال نهينا أن نتكلم عند أكابرنا أنا عندي أدب يا أخي خلي عندك أدب اسأل الشيخ ما هو موجود مع أن سفيان سمع رجلا يقول له حدثنا يا عالم المشرق وابن المبارك جالس فقال سفيان ويحك هذا ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما ومع كده لما ابن المبارك سئل فوجود سفيان قال نهينا أن نتحدث عند أكابرنا حضر مرة عند حماد بن زيد فقال أصحاب حماد يا إمام سأل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا فقال ابن المبارك كيف أحدثكم وشيخنا موجود قال حماد حدث يا أبا عبد الرحمن أقسمت عليك أن تفعل قال خذوا حدثنا أبو إسماعيل حماد عن فلان عن فلان قال رسول الله وحدث بكل الأحاديث التي رواها حماد الشيخ اللي قاعد هذا أيضا من أدبه ومن أخلاقه مع العلماء ورعه اسمع دي بقى وركز وامسك أعصابك ورعه بلغ من ورعه أنه استعار قلما من رجل في الشام كان مسافر يطلب العلم في الشام بيكتب معلومة ما معهوش ألم الحدي ينولني ألم يا أخوانا فواحد ادداله ألم فلما رجع إلى مرو إلى بلده وفتح المتاع وجد فيه القلم الذي استعاره من رجل في الشام فصافر بعد إلى الشام وسأل عن الرجل ورد إليه القلم الله أكبر ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء الورعدة أسفر من بلد لبلد عشان رجع ألم ورعه اتقوا الشبهات دحنا في زمن أكل الناس فيه الحرام إلا من رحم الله وتلطخت أموال الناس على الأقل بالشبه إلا من رحم الله فاللهم اجعل رزقنا كله حلالا طيبا يا رب العالمين عند موته أثناء عودته من الجهاد اشتهى سويقا شعير بيتعمل بطريقة معينة فواجدوا السويق عند رجل يعمل للسلطان فآبى أن يشرب منه ومات على ذلك شجاعته ابن المبارك ما كانش عالم حبس نفسه من الدفاتر والكتب واعد في التكييف والأنوار يحدث وفقط لا كان عالما عاملا شجاعا مجاهدا بطلا ليثا جسورا مش حبس نفسه من الدفاتر لم يكن عابدا ناسكا حبس نفسه في محرابه أو عالما حبس نفسه بين الدفاتر بل كان بطلا شجاعا يغزو في سبيل الله ويقاتل بنفسه وكان حريصا جدا على أن يكون جهاده خفية وإذا رأاه أحد نهاه أن يحدث بما رأى ما دام أن ابن المبارك على قيد الحياة روى الذهبي في السيرة عن عبد الله بن سنان قال كنت مع ابن المبارك ومع معتمر ابن سليمان معتمر ابن سليمان بترصوص فصاح الناس النفير النفير الجهاد في سبيل الله فخرج ابن المبارك مع المقاتلين فلما اصطفى الجيشان خرج علج من علوج الرومان وقال من للمبارزة فخرج له مسلم فقتل يعني المسلم قال غيره فخرج مسلم آخر فقتل قال غيره حتى قتل ستة واخذ يتبخطر على حصانه ويقول من للمبارزة أيها المسلمون فتلثم ابن المبارك وخرج له وقال لأصحابه يا فلان إن قتلت ففعلوا كذا وكذا وكذا يوصي ثم خرج للعلج وتبادل ضربات ثم قتله ابن المبارك فكبر المسلمون وهم لا يعرفون الفارس الملثم قال من غيره فخرج رومي آخر فقتله ابن المبارك قال وغيره حتى قتل منهم ستة ثم عاد وقال لأصحابه لا تحدثون أي أحد بهذا الذي عرفتموه ما دمت على قيد الحياة بطل مجاهد كرمه وجوده كان ابن المبارك من التجار الكبار له تجارة واسعة جدا وكان ينشط في القيام بها كما لو كان من أبناء الدنيا من غير أن يعطله هذا عن العلم ولا عن العبادة ولا عن الجهاد في سبيل الله قال له إمام الزهاد في زمانه الفضيل بن عياض أنت تذكرنا يا ابن المبارك بالزهد وأنت تملك كذا وكذا وكذا وتأتي بالتجارة من بلاد خرسان وتبيعها في الحرامين أي زهد قال يا أبا علي إنما أفعل هذا لأصون به نفسي وأكرم عرضي وأستعين به على طاعة ربي وأسع به على إخواني فقال الفضيل بن عياض ما أحسن ذا إن تم ذا ما أحسن ذا إن تم ذا إيه معنى الزهد يا أخوانا هل الزهد بلبس الخشن وأكل الدنيء من الطعام لا ممكن واحد يكون ساكن في قصر وأزهد من واحد عيش نايم على رصيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي ظر ليست الزهادة في إضاعة المال ولا في تحريم الحلال ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق بما في يدك تنكرم جدا ابن المبارك خذوا كده نموزجين من كرمه الأول قال المسيب ابن واضح كنت عند ابن المبارك إذ كلموه في رجل يطلب في سبعمائة درهم واحد مديون بسبعمائة درهم هيتسجن فقالوا يا إمام أنت راجل كريم والراجل هيتحبس على سبعمائة درهم فكتب ابن المبارك إلى وكيله أعطي فلان سبعة آلاف درهم فلما جاء الرجل بالورقة إلى الوكيل وسمع الوكيل حكايته قال إذن الورقة فيها غلط الرجل مديون في سبعمائة هو كتب لي دل سبعة آلاف أكيد في غلط فذهب إليه وقال الرجل يطالب في سبعمائة درهم وأنت تأمرني أن أعطيه سبعة آلاف قال نعم أعطيه سبعة آلاف قال يا أبا عبد الرحمن إن الغلات قد فنيت أنت ضيعت سروتك قال إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر يا بني أيضا قد فني فلوس خلصت والعمر خلص كانت الدنيا تحت حزائه كان يؤثر الآخرة على الدنيا الفانية كانت الدنيا تحت نعله كانت في يده لم تكن في قلبه ونموذج ثاني كان ابن المبارك يكثر من الذهاب إلى ترصوص وكان ينزل الرقة في خان يعني في فندق وكان فيها شاب إذا علم بمقدمه قام على خدمته وتعلم منه قدم ابن المبارك مرة إلى الرقة قال أين فلان فين الشاب الفلاني قال محبوس في دين له فذهب وسأل عن غريمه وقال أنا أوفيك الدين على شرط قال ما هو قال لا تخبره ولا تخبر أحدا بهذا حتى أموت وأعطاه الثمن وقال اذهب الآن ليخرج من السجن ثم خرج ابن المبارك من البلد حتى لا يعلم به الشاب خرج الشاب من السجن فعلم أن إمام الدنيا كان في الرقة وسأل عنه وصافر فانطلق فلحق به في الطريق فلما رآه ابن المبارك قال أين كنت سألت عنك قال أولا تدري يا إمام سجنت في كذا وكذا من المال وجاء رجل صالح فقضى عني الدين من غير أن أعرفه قال فاحمد الله عز وجل ده إخلاص وكرم غير عادي وفي الحديث إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي ده لو واحد عملها النهاردة مع واحد كان فضحه لنسله لحفيده السابع فاكر يا راد لما طلعتك من السجن فاكر يا راد لما جد طلع جدك من الحبس أنت نسيت نفسك ولا إيه الله أكبر كان إذا أراد الخروج للحج قال يا أهل مر سأخرج للحج فمن أراد الصحبة فليخرج معي فيخرج معه الناس يقول كل من كان معه مال فليجعله في هذا الصندوق وننفق نفقة عامة على الجميع اللي معامي الدرهم يحطه غلبان واللي معامي الدينار يحطه غلبان بعد ما يحقه يقولهم اشتروا التحف يشتروا بقى الهدايا اللي يجيب عبايا لزقته اللي يجيب غوشة للمه وبعد ما يخلصه ويرجعوا للبلد يقول بقيت هديتي لكم يا فلان فيأتي الخادم بالصندوق ويفتحه ويعطي كل رجل سرته التي ودعها و تركها في الصندوق وعليها اسمه يقول هذه هديتي لكم كأنه حققهم كلهم على حسابه هذا من جوده ومن كرمه أيضا رحمه الله ورضي عنه خرج مرة مع بعض المتصوفة خرج معهم يخزون بلدا من البلاد قال أعرف ورعكم وطبعا متصوفة زمان كانوا مختلفين تماما عن بتوع الفتى بتوع النهاردة كانوا على القرآن وعلى السنة قال أعلم الورع الذي أنتم عليه وأعلم خوفكم من الله عز وجل كل واحد فيكم يجعل ماله من مال في منديل ويلقي به في هذا الصندوق في الرجل يضع عشرة دراهم عشرين درهم وبعد الرجوع من الغزو يقول هل أمو نقتسم المال فيقتسمون المال فيعطي للرجل مئة دينار وقد وضع عشرة دراهم يقول يا إمام وضعت عشرة دراهم تعطيني مئة دينار يقول هل تنكر من فضل الله شيئا إن الله تبارك وتعالى يبارك للذي يغزو في سبيله في نفقته ذكره الذهبي في السير كان عنده جار يهودي عرض اليهودي داره للبيع بألفين دينار فجاءه أحدهم يشتري قال خذ الألفين قال بقي مثلها قال وتبيعون الجوار أيها اليهود قال اسألني من هو جارك أولا قال من قال عبد الله بن المبارك إذا جعت أطعمك إذا عريتك ساك إذا احتجت عاد عليك بمعروفه فعلم ابن المبارك بذلك فبعث لجاره اليهودي أربعة آلاف دينار وقال له ألفين للدار وألفين للجار كلها لك وابقى في دارك فأسلم اليهودي عندما رأى ذلك من ابن المبارك ده العالم العامل هذه أخلاق النبوة التي تربى عليها ابن المبارك رحمه الله ورضي عن عبادته كان من فرسان النهار ومن رهبان الليل صوام قوام يكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن روى الذهبي أن رجلا قال لابن المبارك قرأت البارحة القرآن كله في ركعة قال أما أنا فأعرف رجلا قام الليلة كله بآية كان يقرأ الهاكم التكاثر ولا يستطيع أبدا أن يتجاوزها قال الذهبي يعني نفسه وكان يجمع بين طلب العلم والعبادة إذا كتب حديثا في الورق إلى أن يجف الحبر يترك الورق يجف حبرها ويركع ركعتين لله وأصحابه يكتبون ويتركون الأوراق تجف ثم يخوضون في الغيبة والنميمة وفي القيل والقال وكان خوفه من الله عز وجل عظيم عظيم لدرجة أنه سئل عن رجلين واحد مات شهيدا والآخر خوفه عظيم جدا من الله أيهما أفضل؟ قال شديد الخوف من الله أفضل كان خوفه من ربه عظيم رآه بعضهم عند زمزم يشرب ويقول يا رب اللهم إن نبيك علمنا أن ماء زمزم لما شرب له وإني أشرب لعطش يوم القيامة ثم شرب ما شاء له الله أن يشرب الله انظروا إلى الزاهد المجاهد الخائف من الله كان إذا تكلم عن النار بكى كالثور المنحور لم يغطر بعمله لم يغطر بعلمه مر براهب عند مقبرة فقال أيها الراهب عندك كنز الرجال وكنز الأموال قصور والرجال في المقابر كنز الرجال وكنز الأموال موته قبل موته خذوا شيئا من أقواله سئل ابن المبارك يوما أيها الإمام من الناس من البناء أدمين بجد من الناس قال العلماء قالوا فمن الملوك قال الزهاد قالوا فمن الغوغاء قال أتباع خزيمة ده كان حاكم ظالم قالوا فمن السفلة قال الذين يبيعون الدين بالدنيا سئل عن السيف الذي وقع بين الصحابة رأيك إيه سيدنا معاوية وسيدنا علي وهذه الحروب رأيك إيه قال السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة ولا أقول أبدا أن واحدا من الصحابة مفتون الأدب ده الأدب العالي ده السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة ولا أقول أبدا أن واحدا من الصحابة مفتون ومن كلامه من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه ومن استخف بإخوانه ذهبت مرؤته ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر بالله العظيم فالقرآن كلام الله عز وجل وكان يحب النصح بالدعابة ما كانت شيخ معاعد ولا كشري كان مرح سأله رجل مرة ما خير ما أعطي الإنسان أفضل حاجة الإنسان يخدها إيه قال غريزة عقل قال فإن لم يكن قال أدب حسن قال فإن لم يكن قال أخ صالح يستشيره قال فإن لم يكن قال صمت طويل قال فإن لم يكن قال موت عاجل يموت باور يريحنا لعند دعاء ولم صحب نص طيبين ولا عايز يسكت قال موت عاجل وسئل مرة عن الدنيء من الناس قالوا من هو الدنيء من الناس قال الذي يذكر غلاء الأسعار عند أضيافه يحط لك كده طبق منجة ولك يا عارف جبتها بكام دي الأسعار مولحة قل كل يا حق كل ده كيلو بعشرين جنيه ما تعرفش بقى قالوا دهز ودنيء سئل من هو الدنيء من الناس قال الذي يذكر غلاء الأسعار عند ضيوفه ذهب رجل مرة إلي وقال يا إمام عندي قرحة في قدمي منذ سبع سنين ذهبت إلى أطباء شتى بلا فائدة هل عندك دواء قال نعم عندي اذهب إلى مكان يحتاج فيه الناس إلى الماء فاحفر بئرا يشرب الناس منه فإني أرجو أن ينبع الماء الماء هناك فيشربون ويجف الماء الذي يخرج من ركبتك ففعل فبرئ داو مرضاكم بالصدقة موته قال ابن عساكر لما نزل الموت بعبد الله بن المبارك كان في طريق عودته من الغزو الله الشرف ده نجع بغبار المعركة نزل به الموت في الطريق عن عمر ناهز الثلاث وستين عام قال لقادمه أي فلان ضع رأسي على الطراب فبكى الخادم قال ما يبكيك يا بني قال أذكر ما كنت فيه من النعيم وأنت ذا تموت فقيرا غريبا قال له اسكت يا غلام فإني سألت الله تبارك وتعالى أن يجنبني حياة الأغنياء وأن يمتني موت الفقراء وفي الحديث النبي كان يدعو اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين والمسكنة يعني ذل القلب بين يدي الله وإلا فالنبي كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والطقى والعفاف والغنى وكان يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح قال له طعاية يا ابني أن أنا غريب وما عنديش حاجة دلوقتي أنا كنت يقول يا رب أمتني فقيرا مسكينا وعندما اشتدت عليه السكرات جعل رجل يلكنه الشهادة يا ابن المبارك قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله فابتسم وقال فابتسم وقال أنت لست تحسن ثم أخذ يعلمه بيموت وبيعلم الناس قال له ما تتقلش كده يا ابني أنت لست تحسن يا هذا إني أخاف أن تؤذي بها أن تؤذي مسلما بعدي يا هذا لقن المحتضر الشهادة لقن المحتضر الشهادة فإذا أنا قلت لا إله إلا الله ولم أحدث كلاما بعدها فاسكت أما إذا قلتها وأحدثت كلاما بعدها فلقني الشهادة مرة أخرى وحبي يموت من السنة أيوة تقول له قل لا إله إلا الله قل والنبي قال من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة أقول له إزاي قال له قل لا إله إلا الله قالها ولم يتكلم بعدها خلصنا أحدث كلاما آخر ولكنه مرة ثانية وعند خروج الروح فتح عينيه وضحك وقال لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون ومات عن ثلاثة وستين سنة في رمضان وفي الثلث الأخير من الليل الله الله ويا لها من خاتمة يا لها من خاتمة نطق لا إله إلا الله بعد رجوعه من الغزو وفي رمضان وفي الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه رب العالمين نزولا يليق بجلاله ويقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه وفتح عينيه وقال لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون لا إله إلا الله وفاضت روحه إلى باريها والله أنا أتكلم بسرعة جدا وعندي كلام كثير لكن أنا عدوي في هذا البرنامج الوقت فاللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أرضى عن ابن المبارك واحشرنا معه يا رب العالمين اللهم انتقم من جبار سوريا اللهم أرنا فيه آية اللهم قطع مفاصله اللهم خذوا كما أخسته فرعون وهامان خذوا كما أخست القذافي انتقم منه شر انتقام يا رب العالمين اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك اللهم رحماك رحماك بالأطفال اليتامة والأمهات الثكالة والزوجات الأيامة والشباب الحيارة آمين آمين بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعدام النبلاء رجال رباهم خير مبلاء اقتبسوا من المور شكرا لكم